احنا النهاردة فعلا محتاجين جدا ان للاقتداء بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو طبعا هريك بتقولي جملة بس هي بتدخل جوانا تقعد تدور على هنلاها فين وفعلا السؤال اللي ها قلتيه في الانترو في البرنامج اللي هو هل احنا فعلا خدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا لأ الحاجة السؤال ده رغم انه ممكن نشوفه انه بسيط ولكنه اصلا كل حاجة يعني ما ولو نبي قدوتي صلى الله عليه وسلم فانا عايز اشوفها هتعمل مع زوجتي ازاي هلاقي موجود طب عبد ربنا ازاي موجود طب اتعامل مع الناس ازاي موجود طب مع الجار ازاي موجود طب اتعامل في البيع والشراء ازاي موجود طب انجح ازاي موجود طب اخطب الناس ازاي موجود طب 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 على التعبان والموجوع موجود هو لي مش موجود حتى لو عايزين نتكلم في حرب وموجود قال له اذا احنا ممكن نكون بنسمع من الغرب أقوال أقوال أو نظريات أو أفكار بناخدها كأنها قوانين لا خلاف عليها في حين إحنا عندنا حاجة كتير قوي 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 عن النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا مش وغنين بالنا رغم أن فكرة القدوة دي هي مش بس يعني أنا برضو عايز أعلق على النقطة دي إحنا مش بناخد النبي قدوة بس صلى الله عليه وسلم علشان ناخد ثواب بس لا إحنا كده كده إن شاء الله ناخد ثواب بمجرد حتى بناخد ثواب صلى الله عليه وسلم فإحنا خدنا ثواب خلاص على علشان نحن عايزين ننجاح فرجيتنا بتاع النجاح حناخده منه يعني لما نيجي النهاردة نشوف كتب الغرب مثلا مان أعظم قائد؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم مين أعظم قدوة؟ بردو النبي صلى الله عليه وسلم طب مين أعظم ناجح بردو النبي صلى الله عليه وسلم قال له طب واحنا عندنا كل حاجة يبقى احنا محتاجين ندور إزاي نبقى بنقتدب النبي صلى الله عليه وسلم وعشان كده عايزة أقول حاجة كده سريعة في الجزء ده سيدنا ثوبان سيدنا ثوبان ده كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم الخدم بتاعه فالنبي كان معتاد صلى الله عليه وسلم إنه يرجع البيت بعد المغرب في الوقت ده رجع النبي البيت صلى الله عليه وسلم بعد العشاء في فرق ساعة مثلا فلقى ثوبان بيبكي بكاء شديدا إيما في حاجة حصلت فقال ما يبكيك يا ثوبان بتبكي ليه أهناك فاجعة في حد مات طب في مشكلة حصلت فثوبان قال لا طب إيه اللي حصل الثوبان متعود يشوف النبي مثلا الساعة 6 فشاف النبي ساعة 7 في فرق ساعة الساعة دي فرقت ما يقيك يا ثوبان فقال أوحشتني يا رسول الله الساعة الزيادة دي أنا موجوع أنت وحشني صلى الله عليه وسلم فالنبي حاب يطمنه فقال له طيب يا ثوبان لا تبكي وتكن في الجنة أظنني بقى حاجة جميلة يعني هتدخل الجنة لا تبكي وتدخل الجنة فقال ثوبان يا رسول الله كيف لا أبكي وربما دخلت الجنة وكنت في مكان وأنت في مكان لا أراك فيه يعني هدخل الجنة طيب أنا هدخل الجنة أنا موافق بس أنا ممكن هدخل الجنة بقى في مكان وانت في مكان تاني مش شايفك طول الوقت قدام عيني فانا مش لا انا زعلان فالنبي صلى الله عليه وسلم طمنه وطمن كل حبيبنا وحبيب النبي دلوقتي صلى الله عليه وسلم وقال يحشر المرء مع من احب يبقى لازم ناخده قدوة عايز تبقى جنبه على طول اعمل زيه علشان كده لابن تيجي نشتري بيت او شقة او مكان يقول لك اختار الجار قبل اختار الدار الله فما فيش دار احلم الجنة وما فيش جار احلم النبي صلى الله عليه وسلم فاقتدي بيه واسمع كلامه علشان تبقى جنبه ومعاه علشان كده احنا هنا المره اللي فاتت اجمل حاجة في الجنة ان النبي فيها ايه صلى الله عليه وسلم وطبعا طبعا ان نشوف فيها ربنا سبحانه وتعالى في حاجة اجمل من كده اذا الخطوة ببساطة هنعمل زي النبي والموضوع هناخده كده واحدة واحدة وببساطة شديدة جدا وخطوة خطوة عشان الى الموضوع سهل لان النبي صلى الله عليه وسلم فيقعد بقى كتافه وتعالى قوي وفكرة فانا خائف بالضبط فعرف ان انا مش هعمل زيه